عايز اقول لحضراتكم من 17 سنة زي النهاردة رحل اسطورة من اسطير النادي الاهل واحد تقدر تقول ان هو معجون في حب الكيان الكابتن الراحل الكابتن العظيم سابت البطل كابتن سابت البطل من 17 سنة رحل عن عالمنا ولكن يبقى في قلوب كل اهلاوي مش هقول كل اهلاوي لكن كل المصريين باختلاف الانتنماء على سبيل المثال نتكلم على راجل عاش حياته في النادي الاهلي مثال للالتزام الرجولة حب الكيان كلاعب على المستوى الدولي كان ليه الشرف اننا العب مع الكابتن سابت البطل قد ايه كان راجل عظيم قد ايه كان راجل يعني بمعنى الكلمة راجل مواقف وكثير من المواقف اللي مرت على النادي الاهلي وكان كابتن سابت البطل في منصب المدير الادارة او المدير الاداري للنادي الاهلي مواقف كتيرة جدا كانت صعبة ولكن كان دايما يحط قدام عينيه مصلحة الكيان مصلحة النادي الاهلي اولا واخيرا وكمان كابتن سابت البطل كان بيحط مصلحة النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي على حسابه هو على حساب صحته لدرجة في ايامه الاخيرة الله يرحمه كان تعبان جدا ويعني كلنا عارفين الصورة اللي هو طبعا كان موجود فيها في استاد التيتش اثناء التدريبات وكان حالته الصحية في اواخر ايامه ولكن يبقى الكابتن سابت البطل اسطورة كبيرة جدا جدا للنادي الاهلي الله يرحمه يعني بيغيب من 17 سنة عن عالمنا ولكن كابتن سابت البطل دايما في قلوبنا النهاردة ان شاء الله في قناة النادي الاهلي مش ناسين طبعا الكابتن سابت البطل هيكون فيه فيلم وسائقي فيلم تسجيل الساعة 11 بإذن الله باسم الكابتن سابت البطل واسمه سيرة البطل سيرة البطل اكيد الكابتن سابت البطل يعني حيبقى دائما في قلوب كل الاهلوي